تحاول قوات النظام السوري منذ أيام التقدم باتجاه مدينة خانشيخون كبرى مدن ريف إدلبة جنوبي التي يمر فيها الطريق الدولي الاستراتيجي الذي يربط دمشق بحلب وتضربت الأنباء بشأن دخول قوات النظام إلى مدينة خانشيخون حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام باتت على تخوم المدينة في حين نفت قوات المعارضة المسلحة هذه الأنباء وقالت إنها كبدت قوات النظام وروسيا خسائر كبيرة في اشتباكات عنيفة خارج حدود المدينة في هذه الأثناء قصفت الطائرات الحربية الروسية مدن وبلدات ريف إدلبة جنوبي بصواريخ ارتجاجية شديدة الانفجار مصادر في الدفاع المدني قالت إن الطائرات قصفت بهذه الصواريخ التي تستخدم لأول مرة من قبل الروس مدن معدة النعمان وخانشيخون وبلدات التمانعة والتح والدير الشرقي وحيش وأحدثت انفجارات سمع دويها في كل الريف الشمالي وأسفر عنها سقوط عدد من المدنيين بين قتل وجرحة الساعات الأخيرة شهدت تحركات عسكرية تركية عاجلة تهدف بحسب المسؤولين الأتراك إلى وقف تمدد قوات نظام الأسد المدعومة روسيا في محافظة إدلب وذلك بعد إحراز الأخيرة تقدما ملحوظا شمال حما وجنوب إدلب خلال الأسبوعين الماضيين جعلها على أبواب مدينة خانشيخو لكن النظام السوري وروسيا بحسب مصادر إعلامية استهدفتا رتلا عسكريا تركيا بالقرب من مدينة معارة النعمان مكونا من نحو أربعين آلية عسكرية وعشرات الجنود وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية كان الرتل متوجها إلى نقطة المراقبة التاسعة عندما تعرضت لهجوم جوي ما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين عشر آخرين بجروح ومع تأكيد البيان التركي أن القصف حدث بالرغم من أبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل وإدانته بشدة الهجوم على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم بين تركيا وروسيا تبقى نتائج معارك المعارضة مع النظام السوري وروسيا ومصير ملايين المدنيين في حدود محافظة إدلب رهينة لعبة دولية كبيرة بات من الصعب حتى التنبؤ بما ستحمله للسوريين في قادم الأيام روه 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 روه